موسيقى أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقاتنا بصحبين وهنا اليوم طبعا منطل عليكم بحلقة جديدة وأكيد بوسطات مميزة وبجوائز متجددة دائما طبعا اليوم بلشنا الحلقة وأحنا عادينا عم نعمل بالشعرية وريحة السمنة بلشت تنتشر ويعني الأمور معاك اليوم محلوة على الآخر على الآخر على الآخر ماذا زاير معاك نبلش اليوم من بكير ما أنا قلت عشان نكسب وقت فهني بلشت أول إشي أعمل الرز مع الشعيرية عشان نقدمه جنب الأكلات الزاكينة اللي رح نعملهم وهو شو رح نعمل إحنا اليوم؟ رح نعمل اليوم وصفات كثير زاكين وهيك محببين على قلبي قريبين شوي بين المطبخ السوري على المطبخ النابلسي حلو حلو حشان هم بشبهوا بعض فعامل اليوم إن شاء الله باشا وعساكرو أيوه رح نحكي عنها بكل ديتيلز ورح نقدمها مع الرز مع الشعيرية اللي هلا أنا هلا قليتها على الهواء من شركة المطاحن الكويتية وعملين كمان فتت البيتنجان مع الحمص يعني قدي من دوق فتات بس أنا زي فتت البيتنجان داما عندي هي نمبر وان من الصراحة فاليوم عاملينها مع حمص رح نحكي عكل الأشياء الصغيرة اللي فيها والحلو رح يكون التمرية هايها شارت موجودة قدامكم على الشاشة رح نحن بقليها يا الله كيف ننستنى لوقت الفطور عن جد لا التمرية كتير زاكية أنا مبارح كان جعبالي إيش بالاسميد قلت لي علي لبنان ولا إنت اليوم عاملة تمرية تمرية عام الله يعني مرزوقة أنا من الله هيك كتير زاكية ورح نحكي لهم قدي هي سهلة ومكوناتها بسيطة واقتصادية وسهل إنهم يعملوها بتشجل كتير بتشهيف طيب أنا اليوم طبعا مثل العاذبة حب دائما أبلش معاكم وأذكركم بجوائزنا واليوم رح يكون في كتير جوائز مثل ما أنتم متعودين علينا حيكون في عنا 25 بطاقة لوتو حيكون في عنا باكيج من منتجات ولا اللي زي ما أنتم عم بتشوفوا دائما شعراتي بيكونوا بلونهم بنعمتهم بنظارتهم رغم قديش أنا بستهلك طبعا كتير يعني على الأضواء هون منستخدم السبري منستخدم كمان السشوار ولكن المنتجات ولا غنية عن التعريف مع الشركة الحصرية لإلهم بيوتي كود وطبعا كمان بدي أذكركم أنه هيكون في معانا قصية بقيمة 50 دينار من عند دير مغلو وكمان رح يكون في عنا قصية بقيمة 50 دينار من عند جنجلز جنجل وحيكون في عنا عدسات بيلا وحيكون في عنا مكنسة كهربائية فاكيوم كلينر ولكن هي من عند جولدن كوننكتر الوكيل حصري لأنكر في الأردن طبعا لازم تعرفوا أنه أنكر أشحن حياتك بالطاقة اليوم بطل في عنا سحب لالكهرباء اليوم طبعا أنكر يعني ما بتتخيلوا أداهي متميزة كشركة بكل الأشياء المنزلية الأجهزة الموبايل كمان طبعا هون هاي المكنسة الفاكيوم اللي بتمشي لحالها ومتحكم فيها من الموبايل أو كمان طبعا زي ما أنتوا عارفين اكتار منا بيحبوا أنهم يروحوا يزوروا معرضهم بحب أن تروحوا تشوفوا كل الأشياء اللي بقدمو لكم إياها كمان في عنا مجموعة من البهارات الهاول كمان في عنا منتجات سيليا اللي دائماً بنحكي لكم عنها وعنا أكيد مطعم بوراك اللي أنتوا طبعا عارفينه هو عم بقدم لنا فطور أو سحور لشخصين بربحوا معانا باختام الحلقة الموجود بطريق المطار هانيا أنا ما بدي أقاطع كوليلي بس يعني تحمست الصراحة على الفاكيوم ولا على إيش على الفاكيوم بدي أحكي على الفاكيوم الفاكيوم الصراحة اختراع عظيم هي زي الروبوت صح هي روبوت آه هي روبوت بتتحرك بتاخد خريطة البيت وبتكون محطوطة على الشاحن تطلع تمشي بتتنظف البيت وبس تبدأ بدها تخلص البطارية تبعتها بترجع أنا من الناس اللي بحكي عن أنكر لإني عن جد بحبهم والباوربانك بتقدروا تجيبوا للموبايل كتير إليهم أشياء حلوين الصراحة مية بالمية بس المكنسة عظيمة طيب رح نبلش معناته اليوم بالوصف الأولى هي زي ما فهمت الفتة الفتة هنأخذ المقادير ونرجع لكم فتة البتنجان والحمص رح تحتاجه لأتنين كوب مكعبات بتنجان مقلية ولكوب حمص حب من الكرم بالإضافة لعلى بتندورة من ماكسيمز معلقتين كبار بمعجون الطماطم من ماكسيمز وثلاثة ملاعقة كبيرة زبس رمان ثلاثة ملاعقة كبيرة زيتون وكمان ملح من ماكسيمز فلفل أسود من الهاول وخبز محمص خلطة اللبن رح تحتاجه لتنين كوب لبن المراعي ولنص كوب طحينية وربوع كوب عصير ليمون ملح ماكسيمز معلقتين كبار خل ماكسيمز سنتوم مهروس بقدونس مكسرات للتزيين طيب هلا أكيد من خلال تعليقاتكم أد ما بتقدروا تكثفوها أد ما بتقدروا تشاركونة أد ما بتقدروا تشايروا الحلقة بتقدروا تربحوا معنا أكيد من الجوائز اللي رح ننظلنا نذكركم فيها خلال الحلقة بس رح نبلش معاك هانيا بالفت بالفت هلا الفت رح نبدأ أول إشي بطبقة هلا الخبز الخبز أول إشي بدكم تكونوا مقليينه أنا هيكم قطعته اليوم دوائر ومتقطع منه طويل بتقلوه يا أما بتحطوا عليه زيت وبتحطوا بالأير فراير أو بتحطوا على بالغاز على الفرن سريع الفرن أو إنه بتقلوه بزيت زي ما بتكم بزبط معاكم على حسب الطريقة اللي بتكم إياها هاي طبقة الخبز صارت خالصة هلا بدنا نعمل طبقة الصوس طبقة اللي هي لازم تكون مسأسأة وتكون زاكية كتير هلا حطيت هون عندي زيت خلطت زيت كرم مع زيت زيتون رح نزل عليهم معجون الطماطم هاي ها اللي هو من ماكسيمز ورح أقلي هيك شوي عشان يعطي طعمة زاكية هلا لازم نحفلكم عن منتجات ماكسيمز وعاد معزوم آه ورح أحط من المعجون ورح أحط كمان من البندرة المقطعة المقطعة ومقشرة أيوة ومقشرة طبعا المنتجات ماكسيمز انتو طبعا قدرين تعرف وقداش هما مميزين جدا احنا كل مرة بنحاول نحكي لكم عن المنتج ونحط لكم زي ما بقولوا بضو عليه هاديك المرة كنا أنا وخميسة عم نحكي قداش هو كمان بعتمد كتير بالأكلات الإصالية على ماكسيمز اللي هي البندرة المقطعة اللي بيطلعوها ودارك بتكون قادرين تستفيدوا منها كمان دايما بنحكي لكم عن الجلو اللي زي ما انتو عم بتشوفوا بأكتر من نكهة وخلال الفترات الجاي اكيد من هون لختام رمضان رح يكون في معانا كتير من الوصفات وطبعا المربيات واكيد ما تنسوا المعلبات المنجا والاناناس مصقوب هلأ هم اللي حلو في عندهم بندرة مأشورة اللي هي هاي اللي بدي أورشيكم إياها كيف بتكون اطعا 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 دقيقة هيها بتكون هيك حبة البندرة واضحة عندكم هيك هيها شايفين في عندكم المأشرة وفي عندكم المقطعة يعني بتختاروا انتو اللي بدكم إياها لوصفاتكم هلا أنا بس تعملها الصراحة لما بكون عامل فاصوليا مثلا أو عامل أكل بدها بندرة أو حتى عامل كوسة محشي احيانا صراحة بدك اشي سريع يعني ويكون زاكي كمان يعطيك طعمة طيبة فهي هذا فاجاك عايش عليهم اه كتير صراحة بيريحوا والله عن جد صح وبتكون يعني تاخدي نكهة زاكية كمان فهي ها رح انزلها هون معاهم هلا وانا عمالي بحركها رح احاول انها تتقطع معاي كمان اكتر او بتقطعوها انتو زي ما بدكم تمام هلا رح نحركهم هون على النار لانها هاي رح تكون عندي خلاصة السوس اللي رح تنحط على فتة البيتنجان انا من افكرة من اسكل فتات بحسها برمضان فتة البيتنجان يعني بيجي بعدها فتة الجاج ايش كمان بتحبي انتي انا فتة البيتنجان لصراحة بحبها كتير وتعودت عليها وعملتها صورة كتير يعني اه تحبيها صار عندي حساسية من البتنجان طب تقدري تعملي اشياء بدون بايه يعني شوفي فهديك المرة دقت فتة الحمص لحالها اه بزيزة والله زاكية يعني زاكية بس البتنجانات فيعملوا بريمير ثاني اه اه بس احنا قلبنا نسأل المتابعين ايش اكتر فتة انتو بتحبوها وغريبة تكون طيب هلأ معناته احنا هنوشي سألتكم السؤال شو اكتر فتة بتحبوها واكتر فتة بتعملوها بشهر رمضان المبارك بس انا طبعا لانه بدأ يوصلنا كمان على التعليقات عم بيسألوني عن شركة انكر وين بتكون موجودة هي موجودة بالدوار السابع عند شارع شهداء الحرم مقابل البنك الاهلي بحب انكم تزوروا المعرض وتشوفوا يلي بدكم اياها من عندهم واكيد رح تطلع معكم بالفاصل بشكل سريع ومنرجع لكم مرة ثانية رجعنا اكيد على الهواء مباشرة نسوا يستغلوا للصوت خلص دمياني احكي على الاشارات بس اكيد طبعا هون اليوم اكيد الوصفات زي ما انتم عم بتشوفوا اكلاتنا احنا الشعبية العربية المتعودين عليها ايش بالسمنة ايش بمراء الجاج يعني زي ما انتم عم بتشوفوا اليوم في عنا منتجات الطير الدهبي بدنا نتشكرهم اكيد لانهم بعثونا كمان باكجز عشان نقدر نجربهم يعني انا صراحة ممسد اليوم على الفطور عشان انا ما بقدر بعد الافطار لازم اخد اهوة سريعة الدوابان فاليوم في عنا كريمر في عنا كمان القهوة سريعة الدوابان هذا بالنسبة لي لاني انا كتير بهموني وكتير بحب اني اكون عم بشرة باشي كتير زاكي عبي زي ما بقولوا الراس ولكن هانيا انا رح استعمل هاي بودرة المرء الدجاج بحب احطها الصراحة ايام مع السوسي استبعون الفتات لاني بحسها هيك بتعطيهم طعمة بتعزز الطعمة اكتر لانها هي فيها كمان مكونات زي البصل والتوم من الشفين ومبروشين محطوطين فيها فهي بتعزز النكهة كتير فانا هلأ بالفاصل حطيت عليهم هون تقريبا نص من هذا المغلف ودايما هانيا بتذكرنا بس نستخدمه ما ننسى انه نعاير اللي نخفف الملح لانها هي فيها كمية ملح فبتكم تنتبهوا انه تقللوا الملح اللي موجود فيها هلأ يا تمارة الفتة انتي بتحطي لها بصل ولا ما بتحطي لها لا ما بتحطي بصل شكلك بتحطي بصل انا بحط بصل واذا مش جعبا لي احط بصل واطلع ريحة الدنيا بصل عم باستعمل من عند هون بودرة البصل حلو فرح استعمل هلأ من بودرة البصل يدوب برشة يعني الصراحة وفرت علي اي حدا ما بيحب البصل كتير بقدر انه يستعمل بودرة البصل تنطيقه من نكهة معززة وقوية وبتحطوها على اي اكلة عادة تستعملوا عليها البصل انا كتير حابة موضوع ابهاراتنا الهاون البحرينية لانه عم بيجي منها احجام زي ما انتو عم بتشوفوا الحجم الكبير والحجم الصغير وزي ما حكت هانيا يعني مثلي ومثل هانيا منحب شلال بصل ولدتوه من نعبي فيه ريحة البيت يعني بكل بساطة هانيا دخلت جوا الطنجرة هلأ انا الريحة الصراحة بتشعي اللهم اني صائم خلاص هلأ رح انزل عليهم البيتنجان هلأ البيتنجان فيكم انه تعملوا مكعبات وتقلوه وممكن انه تحطوه بالاير فراير وممكن كمان انا جربت مرة حطيته زي ما هو قطعته وحطيته مع البندورة واستوه مع البندورة يعني ابتك ناي؟ اه ناي وبستوي ما تخافوا ما تقولوا مش رح يزبط لا بيزبط انا زي جربتها بس انا اليوم عم بعملكم اياها على اصولها حيلو اصولها هيك بس اذا بدكم اياها تكون صحية اكتر ممكن انه ما تقلو البيتنجان بس اطعوه وحطوه بقلبها تمام انا هون بس بدي اشوف مجموعة من التعليقات في عنا اهلاء جبريل عم بتقول مبدعين رجاء ما شاء الله عليكم سوريا كمان يسعد مساكم ام خالد رولا كمان فاتن ابو دية احلى الوصفات حبيبة قلبي سعد لي مساكي يا ربي اهلا فيك فاتن امار كمان اهلا وسهلا فيك وايمن كمان شكرا للك ام مالك اهلا فيك ورمضان كريم علينا جميعا سلمة بنورين وحسن رمضان مبارك وام جوري حبيبة قلبنا شكرا للك وكمان عطاف وكل اياتهم بقولولك يعطيكي الف عافية الله يعافيكم يا رب هلا رح احط عليها تمارة اشي تاني اللي هو الحمص فرح نعززها بالحمص لانه بتعرفوا الحمص قديش هو غني بالبروتين فوصفتنا اليوم انا حط فيها شوي يعني رح ازينها باللحمة بس اذا ما بتكم تحطوا لحمة الحمص بديل كتير منيح كبروتين وللصائمين كمان باول يعني باول بروتين بالجسم فهي رح اغسلتها حمص حب انا بحبوا الحمص الحب اللي من عندهم لانه هيك حبته صغيرة وزاكية وبيضة بتشهي فهي حطيتها هلا مع البيتنجنات ورح نقلبهم مع بعض هلا بدنا نزبط ملحهم هاي رح نحط رشة ملح بس زي ما حكينا بنحسب حساب انه في عنا زغلول معاهم صح وحطينا بودرة التوم ورح نحط عليهم هلا شو دبس رمان يا سلام والدبس رمان رح ياخد لكم الطعمة لمكان تاني عن جد لازم تحطوا معاها دبس رمان وولو هان يا قررت لنا انه لازم عن جد لانها بتعطيها هايك حموضة كتير كتير زاكية فهلا رح نحطهم هيك يتسبقوا مع بعض البهارات ما رح احط لها ممكن احط لها رشة فلفل اسود بس هيك بتكون خلصنا طبقة الصلصة تبعية البيتنجان يلي هي كانت عبارة عن الرب البندورة وبندورة مقطعة من مكسيمز زاكليتهم مع زيت وحطت عليهم البيتنجانات وممكن تحطوا كاسة مي عشان تصير مرأة عندكم اكتر وحب الحمص وملح وفلفل اسود ودبس رمان بس هيك صارت جاهزة هاي عندي هلا رح نحضر طبقة اللبن يعني شوفي هلا سالكات عم بتتابعنا وبتقولي تمارا ما بتتخيل قدي بحب التمرية ومتحمسة وعم بستنى نهاية الحلقة عشان التمرية طبعا بدى اقول بس هون كمان لكل اللي عم بتتابعونا إنو اليوم كمان في موجود معانا منتجات فالكون منتجات فالكون عم بتشوفوها دايما عم بترافئنا بكل افكارها بكل منتجاتها من وعندهم عدة أشكال فاودر فريزر وفي عنا طبعاً زي ما أنتو عم بتشوفوا الأوعية الألمنيوم اللي بتيجي بأكتر من مقاس وأكيد بتكون طبعاً مختلفة بالمقاسات وكمان في عنا الباكز اللي بتقدروا تخزنوا فيها بالفريزر وبيكون في إلها زي سحاب عشان السمبوسك ما يوقع يعني أنا كلما أروح أزور ماما وأفطر عندها لازم أخذ لها السمبوسك من عندي أحطهم منها وبسكرها عشان ما يوقعوا أوه ما عرفتك تمارا ما تقوليني معدلة ما عرفتك ما عرفتك آآآ بالفعل معدلة عن جد معدلة طيب هلأ بدنا نعمل طبقة اللبن لفتة البيتنجان رح أستعمل لبن وأنا طبعاً تعودت علي دائماً باستعمل لبن المراعي لأنه دسامته وحمودته وكله صراحة كتير كتير طيب هلأ زي ما بدي أرجع أذكركم أنه عندهم زدنا الخير بشهر الخير فزادوا كمية اللبن اللي موجودة بالعلبة وزي ما قلت لكم بحبه لأنه دسم لأنه هو من حليب الأبقار مية بالمية صافي وعن جد بيعطي طعم اللي أنتوا بدكم إياها للفتة هلأ رح نحط لبن هاي لأيفا يتفتن تقريباً نفس الأشي بنعمل بتحطوا لبن وبعدين رح أنزل عليه طحينية سلسطة طحينية وبعدين رح نحركهم ونحط عليهم صحيح قبل عصير الليمون وفيه إشي كتير زاكي أنا بحطه بالفتات ودائما الناس بحكولي طعمة الفتة تبعتك زاكية بس مش عارفين إش فيها صراحة بحط فيها خل الله على خل مكسيمز يا سلام حقيقة يعني بحط فيها خل طبعا خل مكسيمز دايماً هانيا بنحكي عنه هون مبارف إذا بدأت أخدها هيك أنا مستعملة الأبيض منه ما هو بدأ أفرجيهم إنه في عنا الأبيض وطبعا كله خل طبيعي وهلا رح تشوفوا هون على الشاشة بس أنا مش جاي بنظري في عنا هون تلات أنواع من الخل صح هانيا؟ أساعدك؟ شو رأيك؟ خل العنب في عنا وفي عنا خل التفاح خل طبيعي هلا هو اللي حلو فيه إنه خل طبيعي أصبت غش هانيا بس مرضو شطورة شطورة لأ وين بغش ما أنا بعرفهم يا الله لأ الوقت في هون تطلع اليوم أساعدك بتقرأ ما أندي أتأكد مين اللي موجود على الرف عشان ما أحكي شدوتي لأ أنا عن جد فعل المنتجات كتير مميزة والخلي كتير بجنن وهي عرفنا السر تبع مين هانيا؟ طبعي عن جد هانيا اللي بتابعوكي من عيلتك أه من الناس أه وهيني أنا رحت اليوم كمان مرة عملت إيش؟ 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 أبا عبدالله تمارا كشفت السر تبع الفتة إيش نعمل فيها يا ماظنلا تمارا إيش نعمل فيها؟ ولا سر بخبيه عنكم ما شاء الله كشفت الأسرار كشفت الأسرار طيب هلا رح نحط فيها كمان أكيد توم مهم تقدروا تحطوا سن أو تحطوا سنين اللي بتقوميها هايها صحا يا بدها الفتة التوم التوم آآ آآ بدها توم توم يعني ممكن تحطوا بودرة التوم بس الصراحة هي أنا الفتة عشان تطلع مية بالمية ذاكي أنا بحب التوم الأصلي فيها أوكا فهي هم رح نحطهم هيك ونحركهم كتير منيح لا يتجانسوا طلعوا يا الله شو شكلها بشهي طبعا نحط لها رشة الملح آآ خلاص طبعا بشار تقولنا كوزنة وإحنا بخير كمان هودا بتقول رمضان كريم أهلا رزاة فيكم وبقولولك هانيا دايما الفتة نعملها قبل ما يجلوا الضيوف نطبقها ايوه انتو شو تعملوا عملوا زي ما أنا بعمل أنا بعمل السلسة و بخليها بالطنجرة عشان قبل الأدان بشوي بعشر دقايق بشغل تحتها حتى تسخن وطبقة اللبن بكون محضرتها الخبزات قليتهم حتى بتعرفوا شو بعمل بحطهم بالجات يعني هلا تعطيني الجات بالله يا تمارا ما شاء الله هاي هاد أنا رأسا حتى هيك يعني قبل العزيمة بكون حتى الخبزات يلي مقليتهم بالجات هاي رح أحط بس هالأدل أنا رح نحط كمان على الوجه وبتكون جاهزة عندي وأغراض التزيين جاهزين تمام وأنا بس ما نحفهم وأنا بريد أن أذكركم أنه في عندنا جوائز كثيرة في عندنا 25 بطاقة لوتو عندنا باكيج من منتجات ولا وعندنا قصيم بقيمة 50 دينار من دير مغلو وعندنا كمان قصيم بقيمة 50 دينار من عن جينغل جنغل الموجود بي سيتي مول بالطابق الثالث وعندنا عدسات من بيلا وعندنا مكنسة كهربائية الفاكيوم كلينر اللي خبرناكم عنها من جولدن كونكتر الوكيل حصري لأنكر بالأردن وكمان مجموعة من البهارات الهاون منتجات سيليا وحيكون في معانا فطور أو سحور لشخصين من مطعم بوراك رح يطلق احنا بالفاصل ونرجع لكم طبعا نرجعنا اكيد مرة تانية لكل اللي عم بتابعونا وزي ما انتوا شايفين اليوم الوصفات عم بتكون لذيذة خفيفة لطيفة من كل المنتجات اللي احنا عم نستخدمها كلها موجودة معانا بالمطبخ واكيد عم نربحكم لكتير من الجوائز من هم كمان مجموعة كتير كبيرة من البروداكتس اللي احنا عم نشتغل فيها فهلا هانيا بدك تطبيقنا الفتة يلا هلا لتطبيق الفتة هلا حطينا هون عنا اول طبقة اللي هي عادة بتكون الخبز المقلي رح انزل عليها طبقة البيتنجان هاي دقيقة بس نحط هاي نعم بحضر للوصف البعدها لباشا وعساكرو يا سلام على الباشا وعساكرو هلا لازم تكون مسأسأة عندكم الفتة لازم تسأسئوها سأسأة يعني اذا حسيتو انه طبقة البندورة مع الحمص ناشف شوي زيدو لها ماي مغلية اه اكيد هاي انا رح احط لها شوي نقطة هايها هايها هي عم تغلع كلين او رح استناها الصراحة نص دقيقة تغلي دا كون دقيقة انا نستناها طب اه 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 اكي عشان انت شوفينا شوي من التعليقات انا مادي مشكلة بس في عنا عشان الوصفة التانية بس اكيد هوني طب يالله خلاص ام حمودة اهلا وسهلا فيك وكمان ام مدوح شكرا لإلك وكمان روانواء الكل عام وانتو بألف يا ربي خير هدي الفايز كمان اللهم صلي على سيدنا محمد اليوم ابدعتو وكمان طبعا كتار من اللي اللي عم بتابعونا عم ببعتو لنا اكيد مشاركاتهم عشان يقدروا يربحوا معنا هاي هم غلوة غلوة اه شايفة سريعة سريعة احنا غازنا طلعي هاي عم ببقبق كمان عم مزاجه هو الغاز اه على مزاجه فهيك رح نحط طبقة البيتنجان مع الحمص مع البندورة الطيبة من مكسيم مع الدبس الرمان يا الله الصراحة شو زاكية خلاص اه 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 خلاص اه اه سأسئوهم سأسئوهم جعت اه 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 انا الصراحة جعت هذا البرنامج بشهر رمضان المبارك بالضبط بنطبع عليه مثل شمو للدوق اه بتقدري تاخدي الدوقية ونحطولك الخبزات عالوجه هاي هاي هايك صارت محطوطة كاملة اه اوكي هاي نطفي تحتها كمان هلا رح نحط طبقة اللبن هنيا كنو الولاد بشهر رمضان كمان بتطرب معاهم الحياة اه طبعا يعني مش فاهمة ابني لما يبعتلي هلا وير ااريو قولي له اوامدك فكرك اكوني يعني اش ممكن يكون يتغير مثلا فجأة هاي هيك برضو سأسئوها بطبقة اللبن اوكي وبعدين رح نحط على وجهها خبز هيك اه لا لسه تقدروا تحطو على وجهها لحمة زمان كنا نعمل فتة المكدوس انا بتذكروا احنا صغار انا فتة المكدوس ولا مرة شفتك كي بتعملي لنا ايها اه هي نفس فكرة هاي بس ايش بتكون مكدوسة اه بتكون المكدوس اللي هي يعني بدك تجيب البتنجان الصغير تمارا وتحفريه وتحشيه باللحمة وتقليه وبعدين تحطيه على وجهه وتطبقوا اه صاري تطبقي مع البندورة فانا اليوم عمتلكم اياها بطريقة اسهل هلا فيكم اذا بتحبو تحطو على وجهها لحمة مفرومة بدال المكدوس اللي كنا نحشي اللحمة بألبهم نقدر نحطها على وجهه بالضبط يعني اه زي اللي ما بكون قادر يحشي او بعرفش هذا بيتصرف بهاي الطريقة يعني هاي الحركة اختيارية عندكم انو تحطوا على وجهها لحمة مفرومة او ما تحطوا تخلوها فيجتارية تكون اللي بدكم اياه تمام هاي هيك وبيدي الكفوف بس دقيقة اطبقها هيهم هيهم كفوفك يا الله تمارا ليه بتخبيلي اياهم بدي اخدهم دانا انا سهول لو سمحتي النوايا عم بتبين خلص احنا بس دقيقة يلا ورح نحط على وجهها رمان هاي هيك عيني سكتت لحظتي بالله هاي الوصف لازم تنزلوها الصراحة على صفحتنا على العمان تيفي كيتشن وهاي البقدونس اللي بيشهي اوكي هاي ورح نحط كمان ايش مكسرات وادعولنا وادعولنا عن جد اعملوها وادعولي يعني انا بدي اشكر اختي سيم عشان الصراحة هاي انا بتعلمتها منها لانها هي ملكة الفتات نقدر اذا حبيته بتحطو شوية خبزات على الداير يا سلام ديكور يعني ديكور طيب رح نطلع برضو هلا احنا بالوصف الثاني اللي هي الباشا وعساكرا الباشا وعساكرا رح تحتاجه لخمسة وعشرين حبة ششبرة كل عشر حبات كبة باللحم من الوادي ولكيلو لبن المراعي وثلاث ملاعق كبيرة من النشا ملح مكسيمز وثلاثة سنتوم مهروس كزبرة مفرومة معلقة زبدة من المراعي فلفل احمر مجروش ومكسرات مقلية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اين زلت رمضان العشاري اش هي هاي حلقية حلقية يا باية بتعرف اغنية اناس تتحشورة بحشر خالب كشير اه 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 ايه ايه علي الحمد لله طيب يعني هنوشة اخذنا هلأ المقادير تبعت الباشا وعساكرا نعم بس الحلو بكل الموضوع انه هي عاملة عساكرا الباشا الوادي ريحها منهم اه والله لانه اليوم كبة الوادي الجاهزة طبعا لما انتو عارفين اتخذوها فروزن هلأ بتترجيكم اياها هنوشة من احدى المنتجات المميزة اللي بنيتم استهلاكها كتير الكبة بشهر رمضان المبارك اتقلوها هلأ بطهم من هانية كيف لازم نقلي الكبة بطريقة صحيحة اه من الكيس اي ملقى اخذتوها هنوشة قالتلنا ياهم كلهم قالتهم كلهم بس كان دى اورجيهم الكيس هلأ الكبة كبة الوادي اللي بميزها طبعا هي بتيجي فروزن انها هي من اللحم طبعا ومعها البرغل هلأ طريقة القليلة لإلها كتير سهلة بتكم بتحطوا الطنجرة اللي بتكم تقلو فيها تكون يفضل لانها تكون غير لاصقة بتحطوا فيها زيت انا اليوم قليتها بزيت كرم طبعا زيت عميق لازم يكون عميق لحد ما تكون عندكم سخنة يعني تحسوا لما ترمو فيها قطعة خبزة واشي انها بتحمر بتنزلوا فيها حبة كبة واحدة بتقلوها شوي بعدين بتقيموها لانها هاي حبة الكبة بتكون اخضت كل حم الزيت بعدين بترجعوا بتحطوا النار على الوسط ما تخلوها كتير كتير حامية لانه بعدين بتنحرق من جوه وبتضلها من بتنحرق عفوا من بره وبتضلها من جوه مش مسترية التب التانية اللي كتير مهم اللي بدي أقولكم اياها لابدكم تقلو الكبة انه لازم تطلعوها من الفريزر قبل بس ربع ساعة مش اكتر لانه ما بدنا اياها الدوب بدنا اياها تضلها متماسكة يعني ربع ساعة تلت ساعة بالكتير بس مش اكتر يعني بتطلعوها ورأسا حتى هي الطريقة الصح الصح انه من الفريزر عليها بس زي ما حكينا كتير مهم تكون حرارة الزيت على الوسط الغاز عشان ما تنحرق وما تحطوا كتير كمية بسيطة هلا أنا قليت الكبة اللي عندي وعملت شش برك بالبيت عملت الشش برك أنا عملته قبل هالمرة معاكم على التلفزيون هول على على قناتنا فعملتهم معاكم حكينا عنه كيف بينعمل عن عجينته اللي بتكون بس طحين وملح ومي ومنرؤها ومنحشي بقلبها اللحمة المفرومة مع البادونس معناتو اكيد تقدروا تعملوا سبسكرايب لقناتنا باليوتيوب عشان تقدروا تشوفوا الشش بركة كيف عملتها هانيا من قبل واحنا رح نطلع معاكم بكمان فاصل وبعد الفاصل منرجع لكم ومنعمل الباشا وعسا اكرا هلأ ارجان عم تقول لي يا هانيا ممكن احط اللي منتخط اللي بدك اياه عشان حستك رح تحكي كونت عشان انتي خلاص يعني صارت بتحكي دايما ماش بدي اعمل عشان الاسبونسورتوان كنا نكون راضيين هانا خايفة تكون يبدك تحكي لك سر من الاسرار هاي لا لا اسرار لا احكيتم عن رنك الى هلأ لا لا احكيتم عن رنك الى هلأ طبعا احنا عملنا بنمزح هلأ اللبن عشان نسنة طبعا كلكم تعرفوا انه لازم نحط نشا فانحطت هون نشا رح نزل عليه ماي استعملت نفس زبديت النشا مشان هيك لانها ابيض وعشان ما بدي اخلي ولا نقطة لبن بالعلبة يا تمارا هايها رح احركه مزبوط وانزله على اللبن عشان ما يفرطه اتفضلي المايك معك لا اليوم احنا بما انه احنا في ختام شهر ثلاثة فيعني ايام قليلة جدا بتوقف معنا عشان تقدروا تربحوا جوائز من حساب الكنز من الى طبعا عم نحكي اليوم بشهر ثلاثة فيعني خمسة وعشرين الف دينار بكل بساطة طبعا يعني كل خمسين دينار فوق الحد الأدنى لتسخلوا السحب طبعا هي فرصة عشان تقدروا تربحوا زيادة من حساب الى طبعا بكل بساطة هو بنك تابع لبنك اي بي سي مرقص من قبل البنك المركزي الاردني وهو باختصار بنك بيعبر عنك وأكيد طبعا عم بعطونا كتير فرص عشان نقدر نربح معاهم بحساب الكنز سواء بشهر ثلاثة بشهر كمان خمسة رح يكون فيعنا بشهر تسعة وبشهر ستة وبشهر اثناش وكمان رح يكون فيعنا بشهر اثناش مئة الف دينار إن شاء الله تكون من نصيبي ونصيبكم ونصيبنا كل ياتنا يا رب يا ربي يعني هي صراحة حلو فرصة حلوة للربح رمضان كريم ودائما يا ربي ربنا بكون اكرم علينا بكتير اشياء فيه وبرجع كمان بقول بدنا نكثف الدعاء لأهلنا بغزة إن شاء الله ربنا هيك بنصرهم وبكون معاهم بتوقف هاي الحرب يا ربي يا ربي برحم شهداءهم وبوقفها هاي الحرب الظالمة يا رب يا رب هلأ انا قللنا بس كيف ما يفرطش لهذا العكرة عم بسألوني كيف ممكن ما يفرط طيب هلأ أول تب بارح كنت عم بحكيها حتى لابنتي عمالة بتحكيل كيف ما بفرط اللبن بتقدروا تحطوا اللبن أول إشي تحطوا عليه النشا شوية ماي وتعملوه بالهاند بلندر هاي الطويلة اللي على الكهرباء قبل ما تحطوا على النار بهاي الطريقة مية بالمية إن شاء الله بإذن الله وإذا انت بتحركوا ما رح يفرط الطريقة الثانية إذا لا سمح الله فرط معاكم ترجعوا وتحطوا بالبلندر يا أما هاي الطويلة الهاند بلندر أو بالإبريق وبرضو بتخلطوا لحد ما يرجع يتكاثف عندكم وما يفرط في ناس بتحط له بيضة في ناس ما بتحط له بيضة أنا ما بحط له بيضة أنا ما بحط له بيضة أنا بس محط له مشا قصة البيضة بتحسيها هيك مخاطرة إذا حططيها من البداية مش مخاطرة لأنها ما بتزنخ ولا أي شي يعني خلاص هلا الشش بركات اللي عنا اللي حكينا إنه ما نقدر إنه نكون محضرينهم قبل بوقت بدنا نسلقهم سلقة هيك خفيفة زي هيك عشان نضمن إنهم يكونوا استووا وننزلهم على اللبن هلا بس أحط الشش برك وأحط الكبة ما رح أحرك كتير لأنه بعدين بصير أفزر الحبات الشش برك وللاحظوا كمان كتير مهم إنه لازم نصفي الشش برك من المي عشر ما تدخل باللبان؟ أيوة وهلا رح أعطيكم كمان تيب تقدروا إذا بتكم تعطوا طعمة أكتر لأنه زي ما إنتوا شايفين إنه هاي أكلتنا لا فيها مرأ ولا إشي تقدروا مع مية سلقة الشش برك تحطوا ظرف من مرأة صغلول حيلو بس اليوم طبعا هانيا حبت تعمل لنا روز بالشعيرية وطبعا هو يعني أكيد روز كرم وأكيد أحلى إشي في الموضوع إنه معمولي اليوم بالسمنة البلدية اليوم طبعا سمنة البلقاء الغنية عن التعريف اللي دائما بتشوفوها معانا ودائما من جدد دائما دائما استخداماتها بشهر رمضان مبارك بيكون كتير حلو ومميز لأنه بنستخدمها سواء بنكهة الزبدة بالحلويات وكمان نستخدمها بنكهة السمنة البلدية بأكلاتنا وبرزاتنا وبكل وصفاتنا التقليدية اللي عن جد بدها الطعم الأصيلة فاليوم سمنة البلقاء موجودة بكل مكان بكل سهولة بتقدر تنفروها لإلكم أنا اليوم صايمة واضح إنه جعت مع هالروائح اللي عم تعملين إياها الروائح القوية وبس تجيلي صرت استمنة وتقولي هيك روز بشعيرية بجوع بقى عن جده الصراحة بيجوع كتير بس يلا هاي اليوم أنا كمان عم بعطيكم حلول لتحضروا سفرة ما تأخذ منكم وقت كتير صراحة لا ممكن عن جد قبل تقريبا ساعة إلا ساعة بزيادة يعني أهلا بتدخلوا على المطبخ وبتبدوا بتعملوهم يعني هاي عم بحاول والله كتير كتير بحسب الناس هلأ مع العجقة ومع الأخبار ومع اللي هيك مش الكل فاضي يعد وقت طويل فهينا رح ننزل الكبة اللي قليناها حتى تبدأ تتسخن مع اللبن بعد ما نحط الكبة ونحط الشيش برك ما بدهم وقت كتير غلي أوكي خلاص وراح يكونوا غلوة وحدة وشوفوا كيف بدكم تحركوها هيك طبطبة اه ما تحطوا معلقة وتحركوا بالمعلقة أو أبصر شو إذا لقيتوا اللبن كتير سميك بتقدروا تخففوه شوي شوي ضيفوا مي سخنة مغلية بس إذا لقيتوا إنه مرئ كتير بدكم تحطوا معلقة نشا دوبوها مع معلقتين مي باردين وتديروهم عليها وبرضو تحركوا اللبنات بسرعة بس هاي هي هلأ لتاخد الطعم المزبوطة اللي فيها لازم نحط لها كزبرة وتوم هلأ في ناس منكم رح يقولولي لأ إحنا ما منحط كزبرة وتوم عباشا وعساكرو إحنا منحط إذا كان الشوش برك لحاله بدون الكبة هاد برجع لإلكم طبعا أكيد أنتو بتعملوا الإشي حسب الزوء أنا حط أنا بحبها مع كزبرة وتوم فهيلا حنزل عليهم أنا بحس أي إشي لبن بده كزبرة وتوم لا لا زاكي الصراحة لا أنا بحسها زاكي هلأ شوفي الكبة لحال إحنا ما منحط لها كزبرة وتوم أكيد كبة لبنية ما منحط بس لما بتكون مع شوش برك بحسه زاكي هلأ شون هي هيك وصولها أنا بفكر كل إشي لبن بنحط له كزبرة وتوم عليم الله طبخة كل إشي بلبن أنا على كزبرة وتوم ممتاز ممتاز طبعا أنا مقليتهم بزبدة زي ما أنا حطت قدامكم كنت بالمأدير وقليت كمان المكسرات بالزبدة بحب أحط لها هيك شوية زبدة هيك بتعطيها طعمة هلأ غلوة واحدة وخلص ورح نسكبها ومنا نسكب هلأ الرزات ولا بتحبي ناخد الوصف الثالثة؟ نسكب هم يالله هاتية قافي فاصل طبعا نسكب الرزات يا دندونة ماشي يمّا 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 التقي دانا يمّا وهي صايمة يمّا أنا قلت استاند باي أنا قلت استاند باي بس شوفوا لي هلأ كيف حبيت الرز كل رز برزتها عن جد ومع الشعيرية اللي عملتها بتشهي الصراحة العطل عن جد الشعيرية الشفقة المطاح الكويتية طيبة هيك رفيعة وزاكية بتشهي يا سلام نحط هيك شوفي هيك الرز مع السمنة بقى غير شكل شايفهم فلفل فلفلة مع السمنة ومع مرأز غلول والشعيرية يعني الرز لحاله طبخ الله وكيلك آه والله ومبرك ما شاء الله معانا كمان اليوم ومبرك هو لانه الرز البسمتي يعني احنا منغسله ومننقعه فبشرب ضعف حجمه ماي ورز بسمتي الكرم الصراحة انا بحبه زاكي يعني هيك بتحسيه مفتح بتحسيه بشهي طلعي يا الله طيب هلأ احنا ببعنه رح نطلع بالفاصل بدي ارجع اذكركم انه لازم تكثفوا كتير المشاركات عشان تقدروا عن جد تربحوا معانا بختام الحلقة ما تنسوا انه أجاء يعني جوائزنا كتير مميزة ومنوعة واكيد طبعا رح نرجعلكم بوصفة التمرية ارجعنا لكم اكيد بالجزء الاخير اتوقع هلأ احنا صح؟ نعم لانه خلص الواحد بطل عارف يميز بالأوقات مع هالروائح الذكية والاشكال غير شكل بدي اطلع معاك بسرعة بالتمرية يا هانيا يلا يلا اطلع تمرية فلسطينية رح تحتاجه للعجين اتنين كوب طحين ورشة ملح وثلاثة ربع كوب من المي اما للبالوزة او الحشوة رح تحتاجه لكوب سميت خشن لثلاثة ملاعق ستيفيا من تروبيكانا سلم ولربع كوب حليب بودرة من المراعي اربع اكواب من المي ومستكا ومعلقة كبيرة مزهر وزيت عميق للقلي وسكر ناعم للتزيين طبعا هلأ هنوشة زي ما انتو عم بتشوفه طلعتن من المراعي الحليب المجفف لكل افراد الاسرة كتير حبيت شكله للحقيقة هيك طبعا كتير نغش صغير والعلبة الازيزة وسهلة وهو طبعا مدعم وكامل الدسم وغني بالمعادن والفيتامينات وبالكالسيوم حبيته كتير صراحة صح انا بحبه يعني حلو صراحة حجمه للعيال اللي بتكون صغيرة كتير كتير دمه خفيف صح وسعره كتير منطقي حلو والحلو زي ما حكينا انو مدعم بالفيتامينات مية بالمية هاي هلا احنا رح نعمل للتمرية طبعا انتو بتعرفو في عنا اول اشي العجينة تبعتها عجينتها بتشبه العجينة العويس يعني ما منحط لها لا خميرة ولا اشي هي عبارة عن كاستين طحين ورشة ملح وتقريبا ثلت ارباعة كاست مي هلا لازم نريح حتى لو ما فيها خميرة عجان تصير اسهل معاكم بالرأة ممكن تنعمل بالعجينة وممكن بايش تنعمل نشوف اذا انت بتذكره ببستري لا خبز بالخبز خبز سالي اللي كانت عمالها بتتابعنا ولا مين سالي سالي قادر بتستنى بس سالي عارفة انو انا يعني اي نجابة لالي رح تكون خاطئة لا لا هاي ها ها نستعملها مع خبز الاشراك هاي يعلمتني اياها الله يرضى عليها صاحبي لالي من شي عشر سنين واعتمدت هاي الطريقة لانو احنا ايام بكون ما فينا حيل نقعد نعمل العجينة ونرؤها ونشتغل فيها بدنا اشي سريع ففكرة الخبز الاشراك كتير منيحة هلا بالنسبة للمكونات اللي رح نحملها للبالوزة احنا منقولها بالوزة او بتشبه الكريزة كمان اللي هي هاي هاي الكريزة لعبت مصعب او مصعب تذكرة ما عملتنا الكريزة ايو اصار اللي هي هاي اللي هي هاي اللي هي طبقة طبقة السميد مع الحليب مع المي هلا الطريقة كتير سهلة لحتى تعملوها هاي الكريزة اللي هي انو بتكم تحطوا السميد مع الحليب البودرة عادة بنحط سكر بس احنا اليوم بما انو اش في عنا احكي يلا احنا اليوم مستعملين التروبيكانا سلم اوكي تقدروا تستعملو مستيفيا تقدروا تستعملوها بدال السكر يعني دايما احنا انا مبسوطة انو معانا سبونسر صحيين للناس اللي بتهتم بسحتها فانتو بتقدروا بدال كمية السكر الكبيرة اللي منحطها تحطوا لكم ثلاث مغلفات من الستيفيا من تروبيكانا سلم الساشت بتقدروا تحطوا من الساشت لان هي الساشت الوحدة بتحليلكم زي كاسة شاي او كاسة قهوة والحلو انو ما عندها افتر تيست فانتو بتقدروا تستعملوها لما بدكم تعملوا الحشوة تبعت التمرية حيلو طيب رح نحطهم بالطنجرة ورح نحرككم بس احنا بما انو ما معنا وقت الصراحة وبده بدا وقت نحركها يعني بتتحرك تقريبا شي عشر دقايق لتفتح عندكم حبة السميد منيح بعدين بتحطوها بجات بايريكس زي هيك عشان تطلع عندكم مربع وتنترك لا تبرد انا ما رح اعملها لانو ما في وقت الصراحة صح اه تمارا فرح نبدأ وارجيكم كيف طريقة الحشي تبعتها وكيف طريقة الالي هلا هادي رح اخلي الزيت اللي عندي محمية زيت كرم حميتو شوي بحستها حتى الالي في الها فن فيو ايوا صح مظبوط هلا رح ناخد خبزة الشراك اوكي ورح نحطها بهاي الطريقة ونعملها اه مربعات مش مربعات يعني اربعة اربعة افون هيها طب هاني ليش احنا في محلات معينة لما منروح عندما منلاقيها في مكان اسكى من مكان اه على حسب النكهة تبعت الحشوة تبعتها يعني انا مثلا اليوم حاطتت لكم فيها مستيكا حاطتت لكم فيها ماء زهر في ناس ما بتحط اه بفرق يعني بالحشوة اه في ناس بس بتحط سميد ومي ما بحطوا اشي تاني انا نكهتها شوي متلا بتلاقي في محلات عن جد بكونوا منكهينها باشي ذاكي بتكون العجينة تبعتهم مرتاحة يعني هاي كلها اشياء بتأثر بالطعمة هلا رح ناخد هاي مع السلام كيف طلعت شكلها رح ناخد هاي 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 وراح نقيم شوي من الطرف القاسي منها للخبزة فدول انا بقطعهم بستعملهم للفتوش بستعملهم لاشياء تانيين هاي هيك بدي كمان مرة كفوف يا الله الكفوف انا لازم تجيبولي لايلي لحالي كفوف هيك استعملهم حبيتهم الزراحة جيبوا لي اياهم اخدهم مياه لبيت اصير طول النهاري استعمل منهم هاي هلا رح ااخدها ونعمل هيك ونحشيها ونحشيها هلا الكريزيا هاي او حشوة السميد شوفوا كيف تتقطع عندكم هاي ها احلا ها وسميكة لازم تكون وسميكة اه لازم تحطوها ببايركس يكون بنفس يعني مش كبير هاي ها شايفين كيف تطلع هاي بهاي الطريقة رح احطها ورح اضبها من هون ومن هون وبعدين هلا هي عادة التمرية الاصلية بتشوفي كي بتكون العجينة تبعتها ملخبطة شوي فوضى اه هاي هادا اللي عم بفتش عليه اوكي رح نحط خليط للسق عشان ما يفتح عندي الخبزة اللي هو عبارة عن طحين ومي رح نحطهم هيك واسكرها من هاي الجهة وبعدين احط من هون وكمان من هاي الجهة وبتكون الزيت لازم يكون حامي هاي اه زيت حامي وبعدين رح اعملها بايدي هيك عشان خلص اضمن انها تتوزع الحشوة بقلبها هلا المحلات في منهم بحطوا اقل هاي هلا لما بدي اقليها رح احط هذا الطرف طبع الالصاق تحت والزيت لازم يكون حامي عندي تمام يعني معناته هانيا وانتي عم تقليلنا اذا رح تقليلنا كمان انا بدي اطلع باسماء الرابحين لما انه خلص تكسر وقت نشوف مير ربح معنا لليوم من الواجات فاكيج من وايلا وعشرين بطاقة اللوتو لسراب العبادي كمان ألف مبروك لميار فارس البحثي معانا منتجات سيليا مطعم بوراك فطور أو سحور لشخصين لليلة سعيد وكمان مكنسة من أنكر اللي هي الروبوت أكيد بربحها وليد محمد علي ألف مبروك لإلك طبعا هيك إحنا أكيد فرحناكم بختام الحلقة وأكيد وصفاتنا كمان مفرحيتكم لأنه زي ما أنتوا شايفينها كلها يعني زاكية ولذيذة وبيدي إياك يا نيوشة ترجعت زاكينا شو عملنا اليوم مسهلة اليوم وصفاتنا وصفاتنا اليوم هي من المطبخ التقليدي اللي إحنا كتير منا ببيوتنا منقدمها ومنحب هاي الأكلات عملت لكم أكلات من المطبخ السوري اللي هي الباشا وعساكرو واستغلت وجود الكبة اللي عنا من الوادي فسهلت علي الصراحة أكتر فعملت الكباشا وعساكرو مع اللبن الزاكي مع المكسرات وبتقدروا تقدموها جنبها رز وفي ناس تقدمها بالرز كمان عملت فتة البيتنجان والحمص على أصولها اليوم مع دبس الرمان مع طعمة اللبن الزاكي اللي محمد بالخل قلت لكم إيش التبس تبعتي وبالليمون وعملنا كمان وصفة التمرية بطريقة كتير سهلة حطينا لكم خيارات أنه يا أما بتعملوها بالعجينة العادية أو بتعملوها بخبز الاشراك وهي برضو من الأسرار حلو يعني يعطيكي ألف عافية حانية متل عادة أكيد بكرة رح يجدد لقائكم معانا بي صحتين وهنا خليكم دائماً عم بيتتابعوا شاشة عمان تيفي إلى الغد شكراً بي شكراً بي شكراً بي اشتركوا في القناة شكراً بي شكراً بي